أنيميا أو كورونيك ديسيز ACD إختصارها ACD طيب كورونيك ديسيز اللي هي الأمراض المزمنة أمراض المزمنة دي غالبا بتعمل لنا حاجة اسمها انفلاميشن انفلاميشن يعني التهيب والأمراض المزمنة دي ممكن تكون زي الانفكشن في كورونيك انفكشن عدوة مزمنة زي الناس اللي عندها السلة مثلا تقصد تلاقي عندها عدوة مزمنة يعني ياخد فترة طويلة جدا المكروب دي بتاع السل أو الأورام ماليجنينسيز 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 الأورام اللي عدت نوع عليها كانسيز طيب الاتنين دول كورونيك انفكشنز و ماليجنينسيز بيعملوا انفلاميشن الانفلاميشن ده بينبه خلية مهمة جدا في كسمنا اسمها ماكروفاش الخلية دي بتفرز مادة كيميائية مهمة جدا اسمها انترلوكين سيكس تروح على الليفر طب احنا عارفين الليفر الخلايا بتاعته اسمها هيباتوسايت وخلايا الليفر تطلع علينا بروتين مهم جدا اسمه هبستين البروتين المهم ده اللي هو اسمه هبستين بيعمل لنا حاجتين حاجة وقلنية بيقلل الماكروفاش ايرن ريليس ويقلل الانتصاص الحديد من الانتستين يبقى هيقلل خروج الحديد من الماكروفاش ويقلل امتصاص الحديد من الانتستين يبقى المحصلة النهائية هيبقى في في السيروم بس انا عايز اقول على حاجة مهمة جدا بتحصل هو بيقلل السيراب ايرن زي وزي الايرن ديفشنسي انيميا تمام ولكن الفرق بين الايرن ديفشنسي انيميا وبين الانيميا او كورونيك دي سي اس ان تي اي بي سي كانت بتزيد في الايه في الايرن ديفشنسي انيميا انما في حالات الايميا او دا كورونيك ايه اللي بيحصل؟ بتقل يبقى تي اي بي سي حاجة مهمة جدا تفرقلي بين الانمية وبين انمية ديزيز